بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نكمل تعريف الموهب والتفارق واحنا اتكلمنا قبل كده ويقولنا ان الاطفال القادرين على اظهار اداء عالي على اختبارات الزكاء ده الموضوع اللي بيحدد الموهبين والمتفارقين مع ان احنا قلنا ان عالميا كتعريف موحد للموهب والتفارق في بعض الاحيان بيكون فيه اختلاف عليه ولكن المعظم التعريفات اعتمدت على نقطة الاداء العالي على اختبارات الزكاء طيب كمان بيشمل ايه بيشمل قدوة عقلية عامة يكون فيه قدوة عقلية عالية القدوة العقلية تكون ايه متفعة قدوة عقلية ايه متفعة كمان عندنا قدوات تحصيل متفعة يعني فيه قدوة عقلية عامة متفعة وقدرات تحصيل كمان ايه مرتفع يكون عنده التفكير الإبداعي والمنتج عنده تفكير إبداعي وتفكير منتج يعني فيه إنتاج أعلى من باقي الأفراد العاديين كمان عنده قدرة قيادية يكون عنده ايه قدرة على القيادة وصفات القائد الناجح فيه كمان عندنا الفنون البصرية والأدائية وكمان عندنا آخر حاجة القدرات الخاصة بالنفس الحركية وموضوع القدرات النفس الحركية الموضوعات المهمة بيحتاجوا كتير قوي في الكليات الخاصة بالعلوم والطب وهكذا فده برضو بيكون من الأشياء المهمة المميزة للموهبين والمتفوقين طيب شيوع الموهبة والتفوق طبعا فيه برضو إحصائيات متعددة للموهبين والمتفوقين ولكن فيه بعض الإحصائيات قالت إن فيه 16% من المجتمع 16% هم زكاؤهم ومعامل زكاؤهم أعلى من مية وخمستاشر وإحنا في المتوسط الزكاء هو مية هم بقى بيأخذوا من مية وعشر اللي فوق يقول لك عليه زكي مية وعشر يقول له أعلى من مية عشر والعلي زكي مية وعشرين أعلى من مية وعشرين زكي جدا مية وثلاثين يتقال عليه ممتاز وأعلى من مية وعشرين فهما لعباركرة بعض التصنيفات من مية وثلاثين فما فوقهم لعباركرة وبيقولوا إن مية وثلاثين فما فوق دولا نسبتهم بتكون اثنين في المية فقط لا غير من إيه من المجتمع وهي نسبة ليست بالقليلة لو استغلت استغلال جيد داخل أي دولة أو بيئة